من لندن رحب بعضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين دكتور بسام زوان أهلا ومرحبا بك معنا دكتور بسام وسأبدأ معك بتصريحات منظمة الصحة العالمية والتحذيرات من أن خطر كورونا في العام القادم لربما يكون أشد من العام الماضي كيف يمكن وضع هذه التصريحات في سياق الدول التي بدأت بعمليات التطعيم والتلقيح لمواطنيها وإلى أين يمكن أخذ هذه التصريحات في المرحلة القادمة أيضا أستطيع أن تفهم تصريحات منظمة الصحة العالمية بحيث وجود عدة سلالات منتشرة حول العالم وهذه السلالات قد سببت سرعة انتشار الوباء بشكل أكثر من السابق وأقرب مثال هو في بريطانيا ونحن نعاني من هذه السلالة بزيادة أكثر بنسبة انتشار الوباء من هذه وجهة النظر أتفهم أن منظمة الصحة العالمية تقول أن عام 2021 قد يشهد انتشارا أكثر لكن هناك أيضا وجهات نظر أخرى متفائلة وهي وجود اللقاحات وخاصة عندنا اللقاحات يعني دعش لقاح موجود سيطرح قريبا عندنا خمسة يبلشوا في اللقاح فيهم وعندنا ستة موجودين لذلك هناك وجهة نظر أخرى أن هناك تفاؤل حذر بعام 2021 أن الوباء سيصبح أطأ وأقل طيب الآن بالمجمل هناك الدول الأوروبية عندما نتحدث مثلا عن إيطاليا بريطانيا هولندا غيرها من الدول ذهبت أيضا إلى تشجيد الإجراءات في المرحلة القادمة تمديد ساعات العزل البعض ذهب أيضا إلى الإغلاقات وهناك خطورة لربما يتم الحديث عنها من السلالة الجديدة التي ظهرت في اليابان وخطرها على مسألة الاستجابة المناعية بذكرك أيضا لعملية التلقيح والأمل بوجود اللقاح وأيضا لربما بطء في عملية التلقيح للمواطنين الدول كل دولة على حدة هل يمكن الحديث عن إمكانية الخروج من هذا المأزق والخروج من هذه الحالة في المرحلة القادمة بزيادة عمليات التطعيم للمواطنين أريد أن أعطيك صورة مجملة عن الوضع بشكل عام أول شيء بالنسبة للشقة الأول من السؤال حول الإغلاقات كل البلدان ستبقى في هذه الحالة لأن الانتشار سريع عامل الانتشار يتزايد إن كان في بريطانيا أو في أوروبا أو في أمريكا وعندنا في الشرق الأوسط حتى نكون صريحين أن الشرق الأوسط مثل أوروبا لكن نحن بجوز ما نكون شفافين أكثر في الشرق الأوسط بنشر عدد الإصابات أكثر الانتشار متزايد حتى نحصل على السيطرة على هذا معدل الانتشار ونخفض من الانتشار أن طريقين ما في غيرهم الطريق الأول هو الأغلاقات ومنع المصابين بالاحتكاك بالغير المصابين والطريقة الثانية هي اللقاحات حتى اللقاحات تأخذ هذا المفعول نحتاج إلى تطعيم كمية كبيرة يعني عدد كبير من الناس لاحظنا أنه يعني الدول الغنية عشر دول ملكة تسعين بالمئة من اللقاحات الدول الفقيرة لم تملك شيء حتى الآن لذلك هناك هو واسعة حتى اللقاح يبدأ بإعطاء فائده بإنقاص عامل الانتشار نحن في بريطانيا لقحنا ثلاث مليون ولدينا ثلاث لقاحات وكل منظمة الانتشار تقوم بالتلقيح ولكن لازلنا نجري الإغلاقات لأن عامل الانتشار يزداد لدينا سلالة جديدة تؤكد سرعة الانتشار بالنسبة للسلالات الأخرى الحقيقة لا يوجد دليل أي من السلالات الأخرى لديها أي عامل ممرض أكثر غير الانتشار بالنسبة للسلالة اليابانية لكن هناك حذر من السلالة البرازيلية والسلالة الجنوب الأفريقية العلماء يدرسون إذا كانت هذه الدراسة أثبتت أن السلالة البرازيلية والساوس أفريقا ممكن يتجنبوا اللقاح ويبدأت تكون واجه مشكلة أخرى وهي إعادة تصنيع اللقاح حيث يتتلاء مع السلالات الجديدة هل تم توصل إلى تطور المحدد لهذه السلالة الجديدة أو هذا التحور الجديد سواء في جنوب أفريقيا أو حتى في البرازيل ما هو تطور الذي حدث على الفيروس أو التحور الذي حدث ما لاحظنا بالدراسة الموجودة لاحظنا أن هناك في البداية عند وجود السلالة كينت الموجودة في بريطانيا لاحظنا أن هناك طفرة على الموقع N501 ولاحظنا نفس الطفرة موجودة بساوس أفريقا لكن لاحظنا بساوس أفريقا هناك موقع آخر يسمى K484 وهذا قد تغير أكثر بشكل البروتين وأعطى قلق عن هذا التطور يحتاج لدراسة لكن لاحظ في البرازيلي أن أيضا نفس الموقع وهناك طفرة أخرى أجر بعض التجارب لأعطاء الأضاد لهذه العينات فتبين أن هناك استجابة ضعيفة لهذه الأضاد بالنسبة لهذه الطفرة لذلك الآن في بريطانيا أعلننا بقيود السفر على القادم من ساوس أفريقا والبرازيل وأظن كثير من الدول الأوروبية أجرت ذلك حتى تحديد خطر وتحديد انتشار هذه السلالة الجديدة في البرازيل والساوس أفريقا إذا كان هناك تفسير دكتور بسام أخيرا إذا سمحت لي وسريعا إذا سمحت أيضا التغييرات التي تحدث في الفيروس في البرازيل وحتى في جنوب أفريقيا والتي تظهر في بلدان أخرى بس سبب ليقوم الفيروس بهدى التطور المختلف عن كل بلد يعني التغييرات في البلدان مختلفة في طريقة تطور الفيروس وتحوره أيضا هل هناك أسباب يمكن الحديث عنها علمية صحيح المعروف أن هذا الفيروس هو دائم التبدل والطفرات لكن كلما زاد انتشار هذا الفيروس الفيروس يجري تغييرات وطفرات للاستمرار يعني هو كائن سوف يستمر لذلك كلما زاد الانتشار يحدث طفرات يعني بالتغيير إذا لاحظنا البلدان اللي يصير فيها طفرات هي بلدان أكثر فيها انتشار برازيل يعني برازيل أكثر بلدان اللي صار فيها انتشار ساوس أفريكا عنا في بريطانيا لذلك كلما زاد الانتشار كلما زاد الطفرات هناك السباق الآن علمي بين إيقاف الانتشار لتخفيف الطفرات والاستفادة من وجود هذه اللقاحات لذلك العالم مقبل إلى أيام صعبة في ستة أشهر الأولى عدم الاسترخاء يعني إذا أخذنا نحن أول جرعة من اللقاح أو ثاني جرعة من اللقاح معناها أننا حصلنا آميني لا لأن هناك أولا هذه اللقاحات لا تمنع انتشار الفيروس ثانيا هناك كثير من البلدان يعني عدم وجود كفاية من هذه اللقاحات سوف يعرضنا لكمية انتشار أكبر من هذا الفيروس وكلما انتشر هذا الفيروس كلما احتسى طفرات جديدة لذلك أكدت منظمة الصحة العالمية أن العام المقبل سيكون أصعب ذلك بالاعتماد على وجود هذه الطفرات بأدد بلدان من العالم أشكرك جزيلا كنت معي من لندن عضو الكلية الملكية البريطانية للجراحين دكتور رابسام زوان شكرا جزيلا لك